متحمس لفكرة ان فيه صغرة او فيه مشكلة في الحتة دي فانت هتساعد فيها حتى لو هتساعد معنا متحمس متحمس جدا لان انا دي من الحاجات اللي انا جاي عشان اكون انا احاول اكون مميز فيها يعني جرافو يا مش تفكيرك هجوم بس لا لا انا اصلا يعني كنت انا صغير قوي كنت محبش هدافع كان فيه مدرب اسمه طريق صباحي كان دايما انا منزل التمرين اولا انا عايزة هاجئ يقول لها انت هدافع فهو بصراحة اللي خلاني اصلا ان انا اعرف هدافع كلنا كنا احبا نجري نجيبه انت ما ولزم تدفعي بس لغاية انا جات اخر سنتين كده اما كنت في الظهور وعكاية اروح تسموها دي بالنسبة لك كنت انا اللي بحب الدفاع جدا وتعلمت بقى اكتر طريقة الدفاع الجديدة مع كتن محمد بسيوني في سموها وبصراحة فرقت معاية جدا طبعا عايزة اقول لك ان ده واحد من الهافات اللي هم يعني كانوا جيل 84 80 اللي كان متصنف اه يعني ده ده لعيب كبير جدا كانت نحاوت بسيوني وكان احد الهافات المميزين الموهوبين يعني انا فرقت معاية جدا اللي هو علمهولي طبعا كانت فرقت معاية جدا حتى ما رحت هناك الجزيرة انا زي ما قلت ان هم ما عندهمش المدرسة الاسبانية قوي زينا فديها اللي كانت فرقة معاية ان انا بحس ان بالنسبة للدنيا اسهل شوية بسبب انها متعلم حاجة اكتر من ام شوية حتى اتكلمت وقلت وشكرت على الفترة اللي انا تعلمت فيها منه يعني الطريقة دي حتى كان سواهل هجوم متعب بس كان دفاع اكتر حتى ورده هوا كان دايما يخلينا انا بدافع اكتر فانا دايما لأ الفترة الاخيرة دي بيتحب الدفاع جدا يعني بالنسبة لي مهم منها دافع وبنشوف ان الهجوم يعني عادي ممكن اي حد يهاجم مرة كان معاية مدرب ونسبة كلامك ده دايما لما بتيجي سرت الدفاع ببسكر المقولة دي سنة من السنين تقريبا اه السنة اللي فاتت اه هو كان متواجد واخيرها مش اللي هو ماتيو جارالدا ماتيو جارالدا مرة كنت مستضفاه وقلت له انت من مدرسة الدفاع ولا الهجوم قال لي احنا عندنا موكولة في اسبانيا بتقول انه الدفاع يكسبك بطولات الهجوم يكسبك ماتش لكن الدفاع يكسبك بطولات فقد ايه الدفاع انت بتبني مهم جدا الفريق اللي هو دفاعه قوي اه طبعا هو الفريق اللي قدامه مش هيبقى عارف يهاجم عليه مش هيعارف يجيب جوان كتير اه انت اي يعني مدرب هيبقى بالنسبة له ان هو يعلم اللعيبة الدفاع ده اهم حاجة لان هو هي اكيد هيلاقي صغرة في الهجوم بقى ما بيجي يهاجم مدرب يقول على الصغرات فانت عادة تعرف تجيب جوان لكن الدفاع مش هقولك دافع ازاي في المطف فيه داربين ممكن يوعد التمرينة كلها يدارب دفاع اه الله ويعيد الحالة مرة واثنين وثلاثة واربعة وخمسة وممكن تلاقيه الهجوم ده ما خدش مسلا عشر دفاع في اخر التمرينة عملت اقسيمة لكن هو قاعد طول التمرين بيجي دفاع اه لان فعلا الدفاع اهم حاجة في الهندول دي بقتي طب انا فيه سؤال محيارني وما تستغربوش انت هادي قوي فانت بتتكلم انه دفاع يعني جرانتا يعني كلام يعني حماس انت في الملعب غير حاجة تانية خالص اوكي انت حمسة جدا انا جوف اصلا شايفك هادي قوي وده في الملعب وده لايه نم عن شيء على فكرة اه طب يعني انا ليه مثلا انا مسلا احمد لاحمر بابتفرج عليه وبر الملعب هادي جدا ونجتبعش صوته لكن جوه الملعب هو حماسي جدا لا انا في الملعب بحاجة تانية خالص واقرم يسري والعيبة كتير ممكن يبقوا رفس السمت اه بس انا في الملعب لا حاجة مختلفة خالص بس انت هادي قوي فانا قاعدة من اول حلقة بيدفع في ثلاثة وبيلعب دايرة ده المفروض بقى جرينتا بس فانا قعدة تفرج هادي ما شاء الله ده في الملعب لا تليني بعض اشجع ممكن انا في بلعب بعض اشجع العيبة ايه اوكي مش باين خالص بس تمام لا بس ده هادي يعني انا مشوف ان ده مهم على قد ما بتكون جرينتا وحماسي لكن هدوءك ده ممكن يخليك في اوقات فيها ضغط داخل المباراة خليه عندك سباكين فعال طبعا فده مهم جدا طيب خلينا نروح بقى لفرناندو بارفيتو اللي هو المدير الفني الجديد اللي الزمالك تعاقد معي طبعا مسيرة كبيرة ما بين منتخب اسبانيا مدرب عام باشلونة مدرب عام منتخب السعودية منتخب بحرين برضو بحرين فريق مادر السعودي هذي القاب كتيرة جدا يعني ما شاء الله يعني فبتشوف ازاي فرناندو بارفيتو ان هو المدرسة الاسبانية كمان بتشوف خطة مهمة جدا لزمالك عملها يعني ان احنا بقنا قريبين جدا من المدرسة الاسبانية هالفترة اللي انه كان مدرب ديفي ديفيز وبروندو بدان يعني انه باستور كل ده في المنتخب دلوقتي احنا بقى نعتبر خلاص قريبين جدا حتى المنتخب قريب قوي عالميا من احسن ستة منتخبات دلوقتي فان هو يبقى فيه مدرب اسباني دي حاجة مهمة جدا لنا احنا كالعيب اللي ان احنا خلاص بدانا اصلا نتعلم الطريقة الاسبانية بدانا فترة من اربع سنين تقريبا فطبعا اكيد هيجي دفلنا كتير مدرب قويس جدا وكان مدرب عام مع برشلونة وقدر ومدرب مضر فطبعا ده يعني دي حاجة كويسة وهنتعلم طبعا منه كتير طيب قولي ليك مسأل اعلى في الدائرة حتى برا مصر جو مصر اه في ابريكاز برا مصر اه برا مصر اه كابتون مدو حاشم اوكي اه محمد مدو حاشم اه اوكي طيب حلو ده يعني اللي دين مصر الله يعني طيب اه اه نفسك تعمل ايه مع زمالك بالنسبة لي اعمل حاجة طبعا ان شاء الله بتطلط يعني اه وكني طبعا اه بقدي كويس طبعا يكون ليه دور مع الفريق بشارك بمستوى كويس وان انا يكون اه يعني اكمل فترة كبيرة ان شاء الله مع زمالك وده طبعا بيراجع للمستوى يعني اكيد اه سان حاجة بطلط ان شاء الله صحيح بتشوف ان ضربة البداية او فيه لعيبة جات الزمالك و وللأسف سنة و ما كملتش ما حالفهاش الحظ لعيبة كان اه متنبق لهم بمستقبل كبير جدا ولكن لما لاعب تحت الضغط الجماهيري او او المسئوليات اللي بتبقى على فريق الزمالك بو زمالك ده اخد بالك الزمالك والاهلي بالتأكيد الزمالك ده بيبقى عليه مسئوليات كبيرة اللي هو اللعيب يعني بيبقى نزل على عطقه مسئوليات غير طبعية الجون بيتحسب عليه والمطش بيتحسب عليه والبطولة بتحسب عليه مأساية الزمالك او هالي انت نازل لازم تكسب اي مطش هو لازم ما فيش بقى ان انت ممكن مطش ده يروح منك او لا حتى مطش يعني الزمالك والاهلي بيلعبوا بعض الناس برضو ناكسب هي بتاع بشوف ان هي بتاع شخصيات لعيبة يعني هي بتاع حسب شخصيات لعيبة ان هو يعرف فيه لعب تحت ضغطة ولا يعرف ان هو بس حاطت الناس دي قدامك حاطت ان فيه لعيبة جت الزمالك ومشيت وما قدرتش تعمل حاجة اه حاطتها طبعا و انا بحاول ان انا يعني اول ما طبعا انت هيبقى فترة في الزمالك اكيد هبقى لسا مش باخد على الجو طبعا بس الحمدلله بعرفت اقلم يعني بسرعة مع يعني دوحت من الزهور الاسموحة سايفتك او ما شاء الله مسيرة من اكتوبر للزهور الاسموحة لعينتوتا الجزائري واخيرا الزمالك وانت سنك صغير 14 سنة هتم ان شاء الله 24 سنة هتم 24 سنة فكانت ده في فترات صغيرة جدا كنت بعرفت اقلم مع الفرقة بسرعة فدي انا حتى كنت بكلم مع كيف تحسن فيه ان انا بعرفت اقلم مع الفريق بسرعة طبعا دي حاجة كويسة طبعا وزي ما قلت حتى كربت بشخصيات يعني انا ممكن ما عرفش هلعب تحت الضغط ده يعرف هلعب تحت الضغط فانا بالنسبة لي واكيد عارف ان الزمالك بلعبته الموجودة وعلى مرة تاريخ بيعرفوا ان اي لعيب هم كمان من جانبهم كفرقة يعني ان اي لعيب يعرف يدخل وسطهم بسهولة اه عدم هو متساستم معيهم ودخل في السيستم ومركز انه عايز يكسب ومركز بحيث انه ده سر اللي انا اسمعه دايما في كرة اليد يعني غرفة ملابس اه ده انه هم بينجحوا باكتر حاجة بسبب انه هم كويسين جدا مع بعض مفيش مشاكل بين العيب و بعض حتى لو بيبقى فيه مشاكل اللي هي بتواصلوا صغيرتي بيصدروهاش ابت طبعا محدش بيعرف بيصدروهاش للعلن ابدا وبتتحلى على طول يعني صحيح اشتركوا في القناة